ازداد في السنوات الأخيرة تداول مصطلح جودة الحياة بين السياسيين وصناع القرار وأصبحنا اليوم في أمس الحاجة لإعداد الخطط والسياسات لخدمة الإنسان بحيث تسهم في جعل مدننا مكاناً أفضل للحياة وللأجيال القادمة وفي سياق ذلك تواجه المدن الكبرى اليوم العديد من التحديات الاستراتيجية التي تؤثر على طابعها الحضري وتحد من إمكانية تحقيق تنمية مستدامة قادرة على تأمين مستوى عال لجودة حياة الناس من أهم تلك التحديات أولاً معدلات النمو الكبيرة والسريعة في عدد سكان المدن ثانياً الزحف الحضري والتمدد العمراني الأفقي وترحل الهياكل العمرانية للمدن ثالثاً تحديات التغير المناخي على المستوى العالمي رابعاً الثورة التكنولوجية والتطور السريع في حلول الذكاء الاصطناعي وفي ظل هذه التحديات لا بد أن نسأل أنفسنا ما الذي يجب فعله الآن في مجال التخطيط الحضري لتعزيز جودة الحياة وضمان مستقبل أكثر استدامة عجبت بكلمة لخبير تخطيط المدن يان قيل في كتابه بعنوان المدن للناس حيث قال في البداية نقوم بتشكيل ملامح المدن ثم تقوم المدن بتشكيل ملامحنا أولاً نقوم بتشكيل المدن ثم نقوم بتشكيل ملامحنا وهذا يدل على أن التخطيط الحضري يحكم مصير المدن وبالتالي التأثير الكبير على حياة الناس إما إجاباً أو سلباً هناك تجارب مميزة لبعض المدن التي وظفت التخطيط الحضري لتعزيز جودة الحياة نذكر منها على سبيل المثال مدينة برشلونة تنفذ اليوم خطة حضرية تحولية جديدة هدفها زيادة المساحات العامة والخضراء تتبنى مبدأ سوبر بلوكس الذي يتضمن تصميم الأحياء بشكل يوفر الاحتياجات الأساسية ويدعم حركة المشاوى الدرجات الهوائية ويساهم بتقليل الزحامات بنسبة 20% وحتى المدن حديثة التخطيط تواصل تطورها فسنقافورة مثلاً التي بنيت وفقاً لخطة حضرية دقيقة تعتبر اليوم مثالاً يحتذا به في حسن استخدام المساحات المحدودة ورغم أن الكثافة السكانية فيها عالية وتصل لحوالي ثمانية ألاف نسمة لكل كيلومتر مربع إلا أنها تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في جودة الحياة هذه الأمثلة تضع إطاراً لكلمتي اليوم حيث سأتحدث عن دور التخطيط الحضري في تعزيز جودة الحياة وتجربة دبي في هذا المجال والخطط التي نقوم بتنفيذها استعداداً للمستقبل ولكي يتضح لنا دور التخطيط الحضري لا بد من التطرق إلى عناصر التخطيط الحضري ذات العلاقة وأذكر أربعة منها أولاً تخطيط استعمالات الأراضي حيث أن التوازن بين الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسكنية والترفيهية يساهم بشكل مباشر في جودة الحياة ويعظم المنفع الاقتصادية على سبيل المثال مدينة كوبنهاجن من المدن المتميزة في تخطيط احتياجات السكان بالاعتماد على قواعد البيانات ثانياً البنية التحتية والتنقل فتعزيز التكامل بين المناطق والاستقلال الأمثل للبنية التحتية ووسائل النقل ضروري جداً لتلبية احتياجات المجتمع حيث تبنت العديد من المدن مبدأ الخمستاش والعشرين دقيقة لدعم هذا التوجه فمثلاً تسعة وسبعين في المية من سكان مدينة فانكوفر بإمكانهم الوصول للخدمات الأساسية خلال خمستعشر دقيقة مشياً على الأقدام ثالثاً البيئة والاستدامة ولتحقيق ذلك لابد من العمل على تقليل البصمة الكربونية وتبني حلول مستدامة للمحافظة على الموارد للأجيال القادمة ودولة الإمارات تهدف للوصول إلى صفر انبعاثات الكربون بحلول عام عشرين خمسين وقد اعتمد سيدي صاحب السمو والشيخ محمد بن زايد آلن هيان رئيس الدولة حفظه الله عام عشرين ثلاثة وعشرين كعام الاستدامة وكما تعلمون تستضيف الدولة مؤتمر تغير المناخي كوب تونتي ايت هذا العام في مدينة إكسبو في دبي رابعاً المرونة والابتكار من خلال تبني سياسات مرنة وتطوير مرافق وخدمات المدينة بشكل مستمر والاستفادة من الأنماط الجديدة مثل التنقل ذاتية القيادة ودبي تهدف إلى تحويل خمسة عشرين في المية من الرحلات لتكون بوسائل تنقل ذاتية القيادة بحلول عشرين ثلاثين وسيتم تشغيل عشر مركبات أجرة ذاتية القيادة بالشراكة مع شركة جي أم كروز بنهاية عام عشرين ثلاثة وعشرين ونعمل في دبي على توفير عناصر التخطيط الحضري التي تعزز جودة الحياة وفي هذا الإطار أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في عام عشرين واحد وعشرين خطة دبي الحضرية عشرين أربعين وهي خطة تحولية استراتيجية ومرنة تركز على رفاهية الإنسان وقبل البدء بالحديث عن أهداف الخطة اسمحوا لي أن أعطي نبذة مختصرة عن تاريخ التخطيط الحضري لإمارة دبي فمنذ قيام مؤسس نهضة دبي المقفور لها بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله وثراه بإطلاق أول خطة حضرية لإمارة دبي في عام ألف وتسعمائة وستين تضاعف عدد سكان دبي ثمانين مرة وزادت المنطقة الحضرية مئة وسبعين مرة بين عامي ألف وتسعمائة وستين وعام عشرين واحد وعشرين ويعتبر هذا الرغم خياسيا في نمو المدن وخطة دبي الحضرية هي الخطة السابعة لإمارة دبي برؤية طموحة بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم وهي الرؤية الجديدة التي تسعى حكومة دبي لتحقيقها وترسم الخطة خارطة مستقبلية مستدامة للتنمية محورها الإنسان والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي ومن هم أهدافها أولاً توفير خيارات تنقل مستدامة ومرينة تساهم في تسهيل الحركة حيث من المخطط أن يسكن خمس وخمسين في المية من سكان دبي ضمن مسافة ثمانمائة متر أو أقل من محطات النقل الجماعي ثانياً تعزيز الفرص الاستثمارية من خلال زيادة مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كم ثالثاً تعزيز وجذ المساحات الخضراء والترفيهية بنسبة 105% خامساً زيادة المساحات المخصصة للشواطئ العامة بنسبة 400% وحدثت الخطة خمسة مراكز حضرية لدبي تتميز بتنوع استعمالات الأراضي وزيادة كثافتها وتكامل الخدمات فيها وهي أولاً المركز التاريخي ثانياً مركز اقتصادي ومالي ثالثاً مركزاً للسياحة والترفيه رابعاً مركز للمعارض والفعاليات وخامساً مركز للمعرفة والابتكار وسيتم التركيز في تلك المراكز على توجيه التنمية والاستثمار لاستقلال البنية التحتية والخدمات المتوفرة وتوفير أكثر من 80% من احتياجات السكان ضمن 20 دقيقة ومن مستهدفات الخطة كذلك المحافظة على 60% من إجمال مساحة إمارة دبي كمحميات طبيعية ومناطق ترفيهية وتحظى مشاريع خطة دبي الحضرية بدعم ومتابعة مستمرة من قيادتنا الرشيدة حفظها الله وقد تم تطوير وإنجاز الملفات التالية كأولوية أولاً سياسة لاستدامة إسكان المواطنين ثانياً خطط شاملة للمحافظة على المناطق الريفية ثالثاً تطوير قانون التخطيط الحضري لتنظيم العلاقة بين المطورين والمستثمرين والجهات الحكومية رابعاً تبني نموذج مرن لحوكمة قطاع التخطيط الحضري يضمن التوازن بين التنمية المستدامة والاستقلال الأمثل للأراضي والمشاريع وفي هذا الإطار تتبع الحكومات نماذج مختلفة لحوكمة القطاع الحضري أولاً نموذج مركزي يعتمد على تخطيط البلديات ثانياً نموذج غير مركزي يعتمد على توزيع الصلاحيات بين البلديات وسلطات التطوير وفي أمارة دبي طبقنا نموذجاً هجيناً من خلال تشكيل لجنة عليا للتخطيط الحضري بمشاركة الجهات الحكومية وسلطات التطوير الرئيسية وانطلاقاً من توجهات قيادتنا الرشيدة لتحقيق أفضل مستويات الرفاهية لسكان دبي وزائرها يجري العمل حالياً على تطوير استراتيجية شاملة لجودة الحياة في إمارة دبي بالتنسيغ مع 17 جهة في الإمارة وتقطي الاستراتيجية كافة فئات المجتمع وتهدف إلى أولاً تطوير نموذج دبي لجودة الحياة ثانياً تعزيز جاذبية دبي كأفضل مدينة للحياة في العالم وثالثاً تعزيز مرونة واستدامة الإمارة وتتضمن الاستراتيجية عشر محاور رئيسية مقسمة على ثلاث مستويات أولاً مستوى الأفراد ويقطي خمسة محاور أهمها الصحة والأمن والسلامة والتعليم والتوظيف ثانياً مستوى المجتمع ويقطي محورين المجتمع والعلاقات والثقافة والترفيه ثالثاً مستوى المدينة ويقطي محاورة التنقل والبيئة الطبيعية والحضرية ولأن عموم المجتمع هو المتأثر الأول بمخرجات الاستراتيجية فقد تم إجراء استبيان لأكثر من 12 ألفاً شخص من مختلف الفئات لرصد احتياجات الناس وتطلعاتهم وسيتم خلال هذا العام إعداد خارطة الطريق لتنفيذ مشاريع ومبادرات استراتيجية مبتكرة لجودة الحياة إن واقع مدننا هو نتاج لقرارات اتخذت على مر السنين الماضية على كافة المستويات وفي كافة المجالات وأكثرها تأثيراً في تشكيل واقع حياتنا هي تلك القرارات الاستراتيجية التي رعي فيها الإنسان ومطلبات عيشة ورفاهيته والمدن المتقدمة في جودة الحياة هي تلك التي تتمحور حول الإنسان وتنجح في تهيئة تهيئة بيئة صحية وآمنة ذات بنية تحتية متميزة ومساحات خضراء ووسائل النقل مرنة ومستدامة وأنشطة متنوعة في متناول جميع تسهم في بناء مجتمع يتمتع أفراده بأفضل مقاومات المعيشة في ضوء ما ذكرته يسرني أن أشارككم أهم ستة دروس مستفادة من تجربة دبي أولاً الخطط والاستراتيجيات يجب أن تضع الإنسان كمحور أساسي ثانياً تحديد الأولويات ومؤامتها مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية يضمن استدامة الموارد ثالثاً التركيز على الحوكمة كإطار تنظيمي يضع نجاح تنفيذ الخطط وتحقيق مستهدفاتها رابعاً تكامل الخدمات وتوفرها ضمن كافة المناطق يسهم في تقليل الحاجة للتنقل خامساً توظيف التقنيات المتقدمة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يسهم في رفع كفاءة تخطيط المدينة ودعم اتخاذ القرار سادساً المراجعة الدورية لخطط الغطاعات الداعمة للتخطيط الحضري تضمن الموائمة والتكيف مع المتقيرات إن نجاح المدن في تحقيق مستقبل حضري مستدام الأجيال الحالية والقادمة يتطلب منها إعادة النظر في أدوات وأنظمة التخطيط الحضري التقليدية وإحلالها بمنظومة مبتكرة تواكب تطور التكنولوجي المتسارع فالمدن الناجحة ليست وليدة الصدفة وإنما هي نتاج أولاً تخطيط ممنهج ثانياً تنفيذ فعال وثالثاً تطوير مستمر وأختم كلمتي بمقولة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله يقول فيها نواصل العمل لاستكمال نموذج تنموي عالمي هدفه رفاه المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والنجاح شكراً لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً